الدلالة الثانية دلالة الصرف أو الدلالة الصرفية هذا النوع الثاني منواع الدلالة طبعا الصرف يهتم ببناء الكلمة بتركيب الكلمة بمعرفة الحروف الزائدة والحروف الأصلية بمعرفة تقدم وتأخر بعض الحروف يقولون إن تغير نغمة نطق اللفظة تغير نغمة نطق اللفظة يغير من دلالتها ومعنىها مثلا قتل قاتل مقتول قتال تقاتل هذه الصيغ هي بناء من اختصاص علم الصرف تنتمي إلى جذر واحد القاف والتاء واللام لكنها تتغير بزيادة وبنقص وباختلاف في الحركة لأن لكل منها دلالة زائدة على المعنى الأصلي للكلمة لكل منها دلالة تضاف على المفهوم من كلمة قتل مفهوم من كلمة قتل واضح لكن عندما أقول قتل فهذا معناته أن هناك فعل للقتل في زمن الماضي بأن هذا الفعل بهذه الصيغة بفتح الأول والثاني دل على حدث في الزمن الماضي قتل بمعنى أنه قتله في الماضي وقاتل هو وصف لمن قتل ومقتول وصف لمن قتل وقتال وصف للمبالغ في القتل وتقاتل للدلالة على تشارك طرفين فأكثر في عملية القتال إذن هذه كلها مفاهيم للمعنى أضافتها بنية الكلمة ولعلك تلاحظ أن اختلاف دلالة الألفاظ هنا تقوم على اختلاف صيغ بناء الكلمة بالنظر إلى اختلاف الحركة ربما تكون اختلاف حركة أو ربما يكون في زيادة حروف أو نقص حروف وهذه هي وظيفة علم الصرف الذي يعنى ببناء الكلمة المفردة والحروف التي يمكن زيادتها في بنية الكلمة والتي من خلالها يمكن إنتاج عدد كبير من الصيغ بدلالات مختلفة عشرة هذه سمونا حروف الزيادة مجموعة في قولك سألتمونيها السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون واليا والها والألف هذه حروف الزيادة تدخل في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة يدخل حرف يدخل حرفان يدخل ثلاثة وهكذا تجتمع وتفترق في موضعها وفي نوعها وربما أيضا ليست هذه فقط ممكن أن تزاد لا قد تزاد زيادة وربما كانت الزيادة بتكرير حرف من حروف الكلمة نحو قطع وقطع هنا تكرار هنا زيادة في الحرف لكنها زيادة من أصل الكلمة زيادة من أصل الكلمة في الثانية زيادة في المبنى بتكرار حرف من حروف الكلمة أدت إلى زيادة في المعنى ومبالغة فيه فقطع أقوى من قطع وقد تحدث علماء الصرف عن معاني شياغ الزوائد التي تأتي في الأسماء وفي الأفعال ونعرض لطرف منها فيما يلي بعض الدلالات الأوزان في الأفعال يعني دلالة الوزن في الفعل هذه أنا سأعرض هنا إلى بعض الأوزان الفعل وفي هذا الوزن معنى أو يأتي هذا الوزن يكثر في معنى معين وهذا من تقارب بناء الصرف مع دلالة اللفظ حتى نربط بالموضوع الأساسي مثل عندي كلمة أفعل أفعل هذه وزن يدل على الدخول في الشيء لما أقول أعرق وأشأم وأمصر بمعنى أن ندخل هذه البلاد فهي دلالة على الدخول في المكان ولما أقول مثلا أصبح أمس أضحى هنا دلالة على الدخول في وقت الصباح أو المساء أو الضحى وهي دلالة على الدخول في الزمان أيضا الوزن فعل لما أقول قطع أو قشر تدل على التكثير لما أقول قطع دل على التكثير لكن لما أقول مرض أو قشر فيتدل على الإزالة لأن هنا معناها تكثير وإزالة مثل مرضى وقشر أي أزال المرضى والقشر فاعلة تدل غالبا على تعلق الفعل بمتعدد يعني فعل هذا الفعل من أكثر من فاعل لكنها أيضا تدل على المنافسة والمشاركة بحيث نفهم من اللفظ أن يشترك اثنان في الفعل ولكن يكون أحدهما غالبا للآخر والآخر يكون مغلوبا ومن أمثلة ذلك قاتل ضارب صارع زاحم فاخر صالح جالس خالط كلها أفعال ماضية فيها اشتراك بين اثنين وأحدهما غالب الآخر لكن تفاعل على عكس أو على خلاف ذلك فيه مشاركة لكنها لا تقتضي الغلبة تدل على تعدد الفعل من دون غلبة لأحدهما على الآخر مثل تشارك تخاصم تعاون تداعى وقد تدل على التظاهر بالشيء مثل تمارض تجاهل تحامق تعالم وهكذا تفعل تدل على التكلف والممارسة مثل تطبب تفقها تصبر تجرع تحسس تأمل فيها تكلف استفعل تدل على الطلب مثل استغفر وقد تدل على التحول مثل استنسر البغاث أي صار نسرا ومن هذه الأوزان ما يأتي مطاوعا لأوزان أخرى مثل كسرته فتكسر وكسرته فانكسر وجمعته فاجتمع أما في الأسماء الأسماء أيضا يكون لها أوزان فبعض أوزان الأسماء لها دلالات غالبة لها معاني مثل كلمة فعال هذا وزن في الأسماء تدل فعال على شيئين اثنين يفهمان من فحوى هذا الوزن أحدهما الصوت مثل رغاء البعير مواء القطط نباح الكلب عواء ثغاء هذه كلها على وزن فعال ومنه الهتاف والدعاء والحداء هذه كلها من الصوت هتاف دعاء حداء أما الآخر من مما تدل عليه فعال غير الصوت فتدل على المرض مثل صداع سعال بهاق وزن فعيل من أوزان الأسماء تدل على الصوت مثل صرير الأقلام أزيز المرجل فحيح الأفعاء صرير أزيز فحيح كله على وزن فعيل وتدل على صوت كلمة فعالة تدل على بقايا شيء بقايا مثل حثالة نخالة قمامة سلافة هذه كلها بقايا لاحظ معي أن الوزن هنا تأتي عليه عدد من الكلمات لها دلالة معنوية واحدة أو متقاربة هذا هو الشاهد في هذا الموضوع فعالة تدل على حرفة مثل صناعة تجارة زراعة حدادة حياكة خياطة نجارة هناك صياغ أخرى لها دلالات بالنسبة للأسماء لها دلالات على الفاعل والمفعول بالإضافة إلى فاعل ومفعول وتسمى صياغ المبالغة يعني يبالغ في فعله مثل صبور شكور غفور هذه على وزن فعول هو صيغة مبالغة من فاعل تدل على كثرة الفعل المذكور ويستوي في ذلك المذكر المؤنث يقال رجل صبور امرأة صبور وكذلك جريح على وزن فعيل صيغة مبالغة من فاعل بمعنى مجروح أو مجروحة وقتيل بمعنى مقتول أو مقتولة وعلام وعلامة للمذكر أيضا فعال للمكثب من الفعل مثل كما مر معنا مثل قتال وفعل مثل حذر وغيرها ويطول بين الحديث لو استعرضنا الأوزان والأبنية العربية في الأسماء والأفعال التي أوصلها بعض العلماء إلى مئات من الأوزان لكل من هذه الأوزان دلالات معنوية مشتركة حسبنا أن ذكرنا بعض هذه الأمثلة للدلالة على الدلالة الصرفية أو للإستلال على الدلالة الصرفية نلقاكم في نوعين الآخرين في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر